تقض مصر جهودا تاريخية لدعم القضية الفلسطينية وحفظ حقوق شعبها وخلال جميع المراحل التي مرت بها منذ عام 1948 كانت القضية على رأس أولويات مصر سياسيا وشعبيا تجسد في مسندتها في كل الاتفاقيات الدولية وتتمثل المقاربة المصرية للقضية الفلسطينية في دعم مسارين أساسيين وهما تحقيق السلام والمصالحة على مدار عقود ظلت مصر الحاضن الأكبر لقضايا الأشقاء العرب فالتاريخ يشهد على الدور المصري البناء في إنهاء الأزمات في المنطقة العربية وإعادة استقرار دولها منذ عام 1948 وخلال كافة المراحل التي مرت بها المنطقة كانت القضية الفلسطينية حاضرة بقوة في الأولويات السياسية والشعبية المصرية فقد كانت الدماء المصرية في أعوام 1948 و1956 و1967 وسيلة من وسائل دعم حق الشعب الفلسطيني في العيش على أرض فلسطين بكل حرية وأمن أما المساندة السياسية المصرية الدائمة لفلسطين فقد تجسدت خلال فترة الكفاح المسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي وهو ما تم تتشينه عبر مشاركة مصر في القمة العربية الثانية في الإسكندرية عام 1964 التي رحبت بقيام منظمة التحرير الفلسطينية لم يتوقف الدعم المصري للقضية الفلسطينية خلال السنوات التالية ليتخذ أشكال أخرى خاصة بعد أن دخلت منظمة التحرير في إطار عملية تفاوضية مع إسرائيل بداية من اتفاقية غزة أريحة وصولا إلى اتفاقية أصل للسلام عام 1993 علما بأن مصر حاولت خلال تفاوضها مع إسرائيل لتوقيع اتفاقية جامبي ديفيد أن توجد آلية لسلطة حكم ذاتي فلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية اهتمام مصر الدائم بالملف الفلسطيني تم التأكيد عليه بشكل مستمر خلال المراحل اللاحقة لتوقيع اتفاقية أصل وصولا إلى الواقع الحالي إذ أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مناسبات عدة استمرار مصر في جهودها الدقوبة تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها من ثوابت السياسة المصرية ومواصلة بذل الجهود لاستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة التأكيد المصري المستمر على أهمية القضية الفلسطينية تضمن إبراز المصارين الأساسيين الذين يلخصان المقاربة المصرية الحالية للقضية الفلسطينية أولهما أهمية توحيد الجهود العربية والدولية لإعادة تنشيط آليات مصار السلام في فلسطين على أساس حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وثانيهما يتضمن التحرك بشكل أكبر لإنهاء حالة الانقسام وتحريك مصار المصالحة الوطنية وبناء قواعد الثقة بين الأطراف الفلسطينية وهو ما كان من أولويات مصر حيث تولت منذ نوفمبر 2002 رعاية الحوار الفلسطيني الفلسطيني عبر جولات المتكررة استهدفت تحقيق الوفاق الفلسطيني وتكللت الجهود المصرية بالنجاح في أكتوبر 2017 عبر رعايتها اتفاقا تاريخيا للمصالحة الفلسطينية تم بموجبه الاتفاق على توحيد المؤسسات الحكومية وتمكين الحكومة من ممارسة مهامها والقيام مسؤولياتها كاملة في إدارة شؤون قطاع غزة كما في الضفة الغربية إذن ومن خلال كل تلك التحركات يمكن فهم أهمية الدور المصري في القضية الفلسطينية ومدى حرص القاهرة على وجودها بشكل مستمر في ثنايا مساعي حل القضية من زاوية التزامات مصر كقوة عربية كبرى لها تاريخ عريض في دعم الشعب الفلسطيني في كافة العهود اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة